وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فعبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن الدرداء رضي الله عنه الن رجل نتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أضحفظ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن البراء بن عازي بن نضي الله عن مان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالد بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبقاه وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اقتصارا ومن أهمها حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرق به شيء وذكر تمام الحديث والله أحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى الله وأصحابه من احتدى بهده أما بعد هذه الحديث فيها الحث على بالر والدين وتقدم في ذلك آيات وحديث كلها تدد على وجوب بالر والدين يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تبود إلا إياه وبالوالدين يحسن ويقول سبحانه أعبد الله ولا تشكوا بي شيء وبالوالدين يحسن ويقول عز وجل أن يشكر لي ولي والدين كإلي المصير فالوالدان حقهما عظيم في الصيحين عن نيسانه قال ألا أنبئكم بأكبر كبائر قلنا بلى يا رسول الله كررها ثلاثا قال ألي شراكوا بالله وعقول والدين جعله يلي الشرك وكان متكى فجلس قال ألا قول الزور ألا وشاة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لأيته المقصول أن برهما من أهم الواجبات وعقوقهما من أكبر السيئات وبهديث ابن عمر وأبيه من جهة الزوجة للمعلى أن من طاعة الأب ومن بره تطيق المرأة إذا كانت لا توجبه ولا تمناسبه وهكذا من بر والدة إذا كانت لا تعجبها ولا تستقيم معها طلاقها أما إذا كانها أسه طلبا والطلاق أهم غير علا أو الأم ما تلزم طاعتها لأن الله يقول جل وعلا ولا أصنك في معروف والرسول يقول إن لمطاعته في المعروف فإذا كانت كراهة الوالد أو الوالدة لمرأة منها لسبب ومرأة صالحة مستقيمة مع زوجها فإن لا يزن مطاعته أما إذا كان لها أسباب كما فعلت عمر كما فعلت والدها في الحديث الثاني هذا لا بأس الوالدان حقه معظيم إذا ما في حاجة الأخر أو سطوا أبا بالجنة في حاجة الأخر رضى الله في رضى الوالدين وسحط الله في سحط الوالدين لكن إذا كان من دون سبب يستسبحهما بالكلام الطيب والأسطوب الحسن إذا كان زوجها مناسبة ودينة ولا بأس بها يستسبح والده إذا كان يمره بالطلاق بالأسطوب الحسن وكلام الطيب ولا يزن مهن من طاء في المعروف كذلك حديث المرأة الخالة منزلت لهم قصة حمزة لما تبعت النبي في المرأة القوى تولي عمي عم تنزع فيها جماعة جعفر وعلي وزيد بن محالثة فقضى بها النبي الخالة قال الخالة منزلت الأم يعني عنده فقدها كما أن العم أب فالخالة كذلك فينبغي برها والإحسان وإليها كما ينبغي أيضا سرعة الأعمام وبرهم ولحده هذا كثيرة مثل ما أشر المؤلف فلحد في هذا الباب شير كثيرة فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يعنابه وأن يحذر من العقوق لهما أو لأحدهما أو لبقية الأقالب ولسيما الخالات والأخوال والأعمام والعمات وأن يحذر من العقوق وأن يحذر من العقوق عمر رضي الله عنه الطلاق والثاني كذلك والمرأة أحسن الله إليك والمرأة الله أعلم هذا الرجل أحسن الله إليك سكران وامرأته تقول هل واجبنا علي أن أطلب منها الطلاق أم أصبر عليه مع صلاته يصليه لا مهما أصبر عليها لكن إن طالبت فلاها عذر تنصى الله تجتهد منها سهل على الله يهدي بأسبابها وإن طلبت الطلاق فلاها عذر لكن يجب أن هذا تبقى معه على حالة تبقى لا نسى بكافر الله يحسن إليك قول بعض العلماء خص الله موسى بكلامه هل قوله موسى حسن الله إليك لا كلم محمد أيضا ما خص موسى كلم محمد وكلم موسى فالحمد موسى الكريمان ومحمد وإرهام الخليلان كذلك آدم حسن الله إليك نعم كذلك آدم وقال له نعم صليح أقول أن يكلم آدم صليح نعم نعم بعض المحلات أحسن الله عملك التجارية يضع ورقة يقول مثلا ممنوع دخول النساء إلا بمحرم لا المحرم للسفر المحرم للسفر إذا دخلت ولا بدون محرم إذا لم يكن في خطر تدخل لنبيع والشراء أو مع مرأة اختها وجارتها ونحو ذلك المحرم للسفر أحسن الله عملك صحة حديث إن من الملائكة الملائكة من الخلق إلى أن تنفخ في الصور ومراك رجل أمه تأمر بطلاق زوجته يقول غازت زوجتي ثم تابت إلى الله فهل أطيع أمي أم أتروح هل أشباب يكون أمه سيدة اللي سأل أمه أو كذا يطلق أمه أن كان المرأة ما منها خلاق فلا يستسبح أمه بالكلام الطيب لأن الرسول يقول إن أطلق أبن لكن يكون بالكلام الطيب هل يشترط ترتيب التأمم مثل الوجه الكف يسوي يكون بأيديكم يبدأوا ما بدأ الله طريقة المسح أحسن الله إليك جمسح واجه بكفة باليدين مسح اليدين ألب الأكف أم لا يتضم بأيديكم بطلاق كفة جمسح واجه بطلاق كفة